الدرجة الاولى ايو ايو وحمدا براضي وعلاق ميهوب وطاهر طبعا زكريا في من تاني في من تاني يعني ده الجيل اللي هو اه واحد وستين واثنين وستين وثلاثة وستين وانت بتضرب مع الفريق الاول ولعبت مع ماتش ودي ايه الماتش اللي لفت نظر هديكوتي والجهاز الفني لفريق الاول وقالك انت هتستمر مع الفريق الاول ياه ولا فتكتش يا كابتن تفاكر المباراة اللي انت لعبتها في الفريق اللي كنت بعد كده انت كنت بتلعب مع الفريق الاول وبتلعب مع الناشئين ولا لما طلعت الفريق لا 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 كنت في الناشئين وبصعد يعني ما لعبتش على طول اخر فترة هديكوتي وبعد كده كالوتشاي وكالوتشاي ما طولش طبعا قعد سنة وبعد كده كابتن جوهري مزبوط ابتدينا بقى الضخ عدينا السنة وتأيدنا وكابتن جوهري حبسنا قعدنا السنة ورا الجول في يا كابتن نشيل حديد نتعب تبنلعب التأسيم لما تخشه عشان تعمله الفرق بقينا نتمرن فردي ومرنا الفتنس ومرنا حديد كتير وبعد كده بقي دخلنا شوية شوية انا دخلت ماتش التلسانة كاس كسبنا كان في المحلة خمسة صفر انا فاكر سنة كام تفكر سنة كام كان سنة اتنين وتمانين تلاتة وتمانين موسم اتنين وتمانين تلاتة وتمانين ايه المباراة نتلعبتها في الدرجة الاولى بلاش في الناشئين في الدرجة الاولى وخلتك بقت اساسي في الفريق الاول هيا مباراة كتيرة معظمها من ماتشات الزمالك لانه ماتشات كانت صعبة وكان دايما بنتحط فيها في اختبار وانا بتلمع الماتشات دي انا فاكر بطل اه 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 انا فاكر في الماتش كان من يوين دي يا كابت انكسبناه بدروات الجزاء حالا كنت موجود اه طبعا لما انا اتفاجئت ان انا هشوت ضرب الجزاء فاكسبنا بدروات الجزاء لو تفتك راجعين بعد اربعة ايام كان عندنا ماتش الزمالك اي متحة ابتدى في النهاء افريقيا وبعد عشر دايما فاكر متحة في رمضان كانت في كل في المبناط بتاعت افريقيا بعد عشر دايما اه موجود اساسي بس بعد عشر دايما خرج خرج اه فانا بصيت كده قلت هيعملوا فيها موضوع الباكرايت اه وفعلا كابتن جوهي اه كابتن سايس كابتن سايس طلعني من جنب محمود صالح الباكرايت ده قلت كاس الكووس اه اه ونزل حشيش اه فبعد اربعة ايام يعني هننزل وبعد اربعة ايام ماتش الزمالك ماتش الزمالك متحة تخاف ياعم متحة ايه لعب باكرايت اه ست دقايق اه ورح طالع فرقت طلو تاني ونحبت لباكرايت ماتش نكسبناها واحد صفر اه تعالى ميوب اي فهي ماتشات ساعات كاب بتجيلك بالصدفة بس انت انا خدت شخصية منكو من الناس الكبيرة وياما انت او الكابتن المحمود ومختار دايما تقول له اسهل ماتشات الزمالك طبعا انا بالتباب ببقى ببسيط اه خد بالك وانا اكتشفت دا وانا بالعب اه طبعا يعني اكتشفت ان ماتش التصنيع وماتش البلاستيك لا 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 ببقى حاجة صعبة جدا شفة ببقى كنت عايزة اخنقه في الماتش لا لا بحنا ببقى مخلوقين في الملعب شفة كان بخنقنا ما هو بلعبش بين المباراة دي في السنة فكات الماتشات اكتشفت ان الماتشات الكبيرة دي اسهل فعلا بكتير بكتير طبعا لو انت فاكر كل الفاينالات بتاعت بيلعبها كلها كلها اساسي اه رغم بقى بره خالص هو بكلام دا كله بيبقى بعيد طيب اول مرة دخلت فيها غرفة الملابس بتاعت الفريق الاول وبقى ليك دولاب فيها اه واستمرت فيها جبت عم حسين الله يرحمه يصورني وصورني جم الدولاب اه والله ايه عشان ده تثبطه في البطاعة اه اه جبته عشان صورني ام بتلوك جبهالي جبهالي قد كده اه طبعا حدث اه كان مين جنبك في عالم كلكو كانت جنبي بس انا بصص في الدولاب ما وبصش حولي لا الدولاب بتاعك كان جنبي مين من كان جنبي جدي كابتن محمد عامل عامل جدي جدي اه حبابنا كابتن محمد عامل ايه الموقف اللي حصل بينك وبين اللعبة كبيرة في غرفة الملابس لو انت فاكره لا هي غرفة الملابس كان بتبقى كلها دحت انت شغال شوية والتاري على مجدي ومجدي يقول لك انا مش عارف ايه كنا احنا متفرجين ومستمتعين بس الكلام لكنش بيطلع برور بعد تلات اربع سنين ابتدينا نشارك بقى خلاص حسيت لك ان خلاص في الاول لابك كنت متحفز مش متحفز بقى ايه اللي انا فيه ده ايه الحلاوة اللي انا فيها دي فانا بتفرج وبسجل امتى بقيت اساسي في الفريق الاول يعني معاك كابتن جوهري في البداية انه تمانين بداية اللي هو وبعدين جي بقى بعدين كابتن ساس كابتن مهر ابتدى كابتن مصطفى يونس بطر وبعد كابتن مهر بطر ابتدى تلع بقى اخد انا وحشيش ومحمود صالح انا وحشيش كنا نتبادل طول الوقت مع محمود صالح لان محمود صالح احنا كان هو المساك كان كله بيلعب بفرد واحد فمحمود المساك هو احنا اللي جنبه يعني انت جات فترة من فترات اي حاجة بتطلب منك العب باك رايت حاصر باك ليفت بتلعب باك ليفت ستوبر بتلعب ستوبر في نص الملعب بتلعب في نص الملعب عدت فترة زمنية كده امتى حسيت ان انت بقيت بقى هلعب في المكان اللي انت بتحبه وهتبدع فيه بس قبل ما اتجاوب هناخد فاصل وانواصل حلقة الليلة من المجري